بسم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله الوصفة ديال اليوم كيف ما كتشوفوا معايا أغدي تكون دوازتاي اللي كيجي أكتر أكتر من رائع ديد بزاف ما تشبعوش منه غريبة المسفيوية الغنية عن التعريف شي حاجة طب البنات رغم بساطة المقادير فابقوا معايا ما تمشيو فين شوفوا المقادير والطريقة بإذن الله تعالى بسم الله بالنسبة للمقادير اللي غنحتاجوا لتحضير هات الغريبة عندي هنا 125 جرام من الزبدة أنا استعملت زبدة ديال البواطة بدرجة حرارة المطبخ جوج ديال البيضات خميرة الحلويات أو باكين بودر 12 جرام كأس من السقر حبيبات أو ساندة نوعية اللي رقيقة كأس من الزيت النباتية وسعة الكأسة البنات هي 150 جرام يعني 150 جرام ديال السقر وهنا عندي كأس ديال الكوك يكون نوعية جيدة يكون رقيق ويكون ديالك الكوك لي ميددم رشة ملح وبالنسبة لدقيقة أنا وزنت هنا يا 600 جرام وفي وسط الفيديو إن شاء الله غادي نشوفو شحل غادي نحتاجو واش كتر أو أقل بسم الله في واحد القصرية غادي نوضع الزبدة واللي كان أكد أنها تكون بدرجة حرارة المطبخ باش تساعدنا في الخدمة وهذا الزبدة البنات كيف ما سبق وقلت رها زبدة ديال البوطة ضفت عليها أرشيشة ديال الملح وغادي نضيف كأس من سكر ساندة أو سكر حبيبات وغادي نبضى كنخلط العناصر مزيان مع بعض ضروري يا لبنات ما ندخلو ديالك سكر في الزبدة ونخدموه مزيان حتى نتحصلوه على واحد الخليط اللي القوام دياله كريمي بهذا الشكل هدا كيف ما كتشوفو معايا في هذا الأثناء ضفت كأس من زيت نباتية وغادي نخلط العناصر بالنسبة للأخوات اللي غادي استعملوا زبدة حيوانية يضيفو فقط طولة كأس من الزيت حتى النصف كأس من الزيت مايفوتوهاش أنا استعملت زبدة البوطة فلذلك استعملت معها كأس من الزيت خلط العناصر جيدا ومن بعد ضفت جوج بيضات ويستحسن يكونوا حتى هما بدرجات حرارات المطبخ غادي نخلط هاد العناصر هكا كيف ما كتشوفو معايا العملية جيد سهلة وما كتاخدش وقت وبالنسبة للأخوات اللي بغاو يديروها في العجانة فممكن غير أنا كنفضل صراحة الحلوات نديروهم باليد باش كنتحكم في القوام ديال العجين وكنتحكم في الكمية ديال الدقيق اللي خاصني نضيف يعني بشكل كبير صفي اخواتي كيف ماشتو هنا يا را ضفت كأس ديال الكوك او جوز الهند اللي يكون ارقيق ويكون ميد دم يعني يكون نوعية زوينة ولستعملتو كوك ناشفة البنات ترى غادي جيب لكم حلوة ديالكم ناشفة هنا عندي اضافة انتو ما ما تديروهاش كان عندي واحد شوش معالق ديال اللوز مطحون غيب قلية من واحد الوصفة اخرى وضفتو هنا ما بغيتوش يبقى يضع انتو ما ما تديروش هاد 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 اللوزة البنات فقط ديروه غير الكوك خلط العناصر وبديت هنا باضافة الدقيق بالتدريج ومبعد زدت عليه الباكين بودر او خميرة الحلويات ما تكتروش دقيق فالولا البنات حيتاش الى قصح لكم الخالد هاد غريبة ديالكم غادي جيكم قاصحة ومدقصة فالوسط خلط العناصر جيدا ما كان دلكش فقط كان جمع كان دخل دقيق مع باقي العناصر غيب رؤوس الاصابع فقط هدا هو القوام اللي خاصتني نتحصل عليه عاجين اللي رطب وليين ومرخوف وفي نفس الوقت يعني ماشي مرخوف بسف وماشي قاصح إلا كان قاصح غريبة ديالكم غادي جي مدقصة وإلا كان مرخوف بسف فبمجرد ما تدخلوا الطاوة ديالكم الفورن هذيك الغريبة غادي جيكم سايحة وغا تهبط لكم في الطاوة وكيبقى لكم اللي اختيار انتوما في الحجم اللي بغيتو تديروه كان شكل كويرات بهات الشكل هادا وكان حاول نبسطهم شوية ما بين الكف ديال يديها ما كان خليهاش هكذا كمكورة باش تشقق وباش يجي تل ما ندر فيها مزيون سافي وكنست فهم أخواتي في واحد طاوة اللي فرشتها بورق طبخ واللي ما عندهاش ورق طبخ تقدر تدهن طاوة ديرها فقط بالزيت وقليل من زيت وترش بشوية ديال دقيقاء سافي اخواتي هنا شكلت كل الوحدات وغادي ناخد واحد البيضة كاملة مع القليل من القهوة سريعة الدوابان نخلطهم بواحد الشوكه غير شوية ما تخليوش الخليط ديالكم حتى يرغوي غير شوية فقط وغادي مدهن الغريبة ديالي غير هنا يا نصيحة البنات حاولوا الدهن الغريبة مزيان من جميع الجوانب باش بني ندخلوها الفران تاخليكم ديك اللوين محمر ومدهب ويكون لون اللي هو مواحد يعني حاولوا الشوكه سافي اخواتي كيف ماشتو بعد مذهنت الغريبة كاملة هنا يا كنحاول انتبتهم انتبت فسطهم حبات ديال لوز للدزين كيف ما ممكن عواط ما تديرو جوز لهند تعوضوه باللوز يعني هاد غريبة عند الناس ديال اسفي معروفة اما باللوز اما بالكوك اللي هو جوز لهند سافي اخواتي مستمره في التزين هكذا كنحط كل حباتي الغريبة كنحط في قلبها حباتي اللوز وكنضغط شوية هكا وصافي حتى نكمل كل شي فهاد الاتناء كان عندي الفرن مشعور قبل على 180 درجة غادي ندخل الطاوة ديالي للوسط وغادي نخليها حتى تشقق وتتحمر لي من الفوق ومن التحت ونرجع معاكم هنا البنات كيف ما كتشوفو رايا بدتك تشقق وبدتك تاخذ ديك اللوين صفر من الفوق خليت الغريبة حتى تطابتو تحمرات خدتلوين دهبي وخرجتها كيف ما كتشوفو هنا را باقة سخونة فاشخرجتها اغطيتها بواحد المنيدل غير واحد خمسة دقايق رجع لي هادي كساد ديالها وحيتو باش غادي نستفها ونجمعها شوفو معايير ابنات را كدشي محمرة كدشي ما داقة البنات من اروع وقلد ما يكون انا صراحة هاد غريبة ما كنستغناش عليها وكتبقى من الد واعز الغريبات عندي يعني من انواع دي الغريبة المفضلة عندي كتجي مقرمشة ومحمرة وفي نفس الوقت من داخله شيشة وفتية وكتدوب في الفم اما الماداق فرائع جدا رائع رائع جدا البنات يعني رغم بساطة المقادير الا ان ديك الماداق ديالكوك كيجي فيها مميز وكيعطيها واحد تناغم في الماداق انا متأكدة متأكدة الى جربتوها غادي تعجبكم بساف الفران ما تجهدولوش بساف ما تفوتوش 180 درشا وغير تاخد لوين دهبي حيدوها باش ما تنشفش معاكم كيف مشتوها البنات لوين دهبي من الفوق ومن التحت وغادي نقسم لكم وحيدة تشوفوها من الداخل كتجي مسمدة وهشيشة بسافة البنات انا هنا كنركز لكم على الماداق فكي كتجي اكتر من رائعة وكتوجد بسرعة وبمقادير اللي مضبوطة بالنسبة للدقيق اخواتي في الول دي الفيديو عبرت معكم 600 جرام هات 600 جرام بقالي منها جوج معالق كبار جوج معالق كبار مقببين هادي هي الكيمية ديال الدقيق اللي دخلتلي في هاد الغريبة هادي واللي بغت تضعف الكيمية فممكن اخواتي كننصحكم تجربوها لانها فعلا كتستحق تجريبة شي حاجة سهلة مهلة وغزالة لديدة بساف وكتحمر لوجه نتمنى تصفتوري تطبيقاتكم في الانستغرام ولعجباتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوني شمال لايك تعليق والبارتاج مع الاهل والاحباب